السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في الجزء الثالث لهذا الشكل هذا فكيف ما كتشوفوا معايا في الصورة عندي راندة المعينات وراندة اللواية مع راندة الحبة في الوسط هي اللي غادي كنجمعوا بيها ما بالاطراف المهم انا في هذا الجزء هذا ما غاديش نخدم معاكم راندة الحبة في الوسط غادي نخدم غير حصيرة عادية والفوق غا ندير البريد مع العقاق المهم انا علاش قررت اناني نبدل من الشكل اللي كان في الصورة فقط لان بزاف دي المتابعات طلبوا مني هاد الخدمة هذي بالضبط كيفاش نقدروا نبدوها في النصف طوق يعني كيف ما كتشوفوا معايا الان هاد الطريقة اللي اعطيتكم هي دي الخدمة في الجلابة او القفطان من الفوق حتى اللي تحت اما الطريقة ديالها في النصف طوق يعني غدا تكون بتقنيات مختلفة قليلا على هاد يعني طريقة البدية ديالها وحد شوية مختلفة المهم ان شاء الله في الجزء القادم ولا الجزء الرابع غادي نخدم معاكم هاد الخدمة هذي في النصف طوق نوريكم كيفاش تقدروا انكم تبدوها في النصف طوق براندة الحبة نديروا فيها راندة الحبة في الوسط نخدمه راندة الحبة وفي نفس الوقت نديروا اللواية مع المعينات المهم انتظروني يعني في الجزء القادم ان شاء الله اللي غادي تشوفوا معايا فيه كيفاش نبدو نصف طوق ديال هاد الخدمة اما الان فغادي غادي نخدم عادي جدا نحاول انني نطلع هالطلعة هادي باش نقدر ناسس واحد الحسيرة عادية ديال الراندة بطبيعة الحال من بعد فغادي نوريكم انا واحد شكل بالبريد مع العقيق منها نشوفوا مع بعضياتنا طرق مختلفة باش نقدروا نزينوا هاد الخدمة هادي وما زال ان شاء الله عندي واحد الجزء اخر غادي نوريكم فيه يعني نزيدوا بعض الاضافات على هادي على الصورة اللي شفتوا معايا في البداية ديال فيديو عفوان غادي نزيد بعض الاضافات البسيطة باش نقدروا هاد الخدمة هادي تولي شكل ديال هزوين المهم هنا عندي انا استعملت ستا ديال الغرزات بالنسبة هنا في هاد الخدمة هادي فانتو ما تقدروا تديروا العدد الغرازي اللي يعجبكم يعني المناسب لكم اللي بغا تدير غير ثلاثة الغرزات ماشي مشكل تقدر تدير ثلاثة ربعة خمسة ستة تدير اكتر اللي ما بغاتش تدير حصيرة عادية وبغات مثلا تدير في بلاست هالجوزة فاحت هادي تقدروا تديروها عادي تخدموا القوزة ديالكم في الواسط و تديروا لها اللواية مع المعينات في الجناب كذلك اعطوها منطرزين وتزوقوها بالبريد او بالطرز الرباطي المهم انا غادي اعطاكم وحد الشكل وانتو ما غادي بقى الابداع والاختيار ديالكم كل وحدة دير الحاجة اللي عجباتها والمناسبة لها لاحظوا معايا مزيان كيفاش كن رجعوا نتبتو هاد الخيط ديالنا في الخدمة اللي عندي في ديال اللواية فهدي هي الطريقة كنت من السيدات اللي ما شافوش الاجزاء السابقة هاتلقاوا الروابط اسفل الفيديو في صندوق الوصف المهم الكتبة كاملة اللي مكتوبة اسفل الفيديو فرا هي صندوق الوصف يعني ماشي غرا ديك الكتبة اللي كينات تحت كنسميها صندوق الوصف فهنا كن نرجع فهدوك الغرازي ديال اللي خدمت استادي الغرزات كنرجع فيهم لاحظوا معايا هاد البداية هي اللي مهمة بزاف باش نشوفوش حال من غرزة غنخدمه على راندة اللواية لاحظوا معايا هنا خدمت جوج ديال الغرازي في اللواية فوق منها وغادي نجي الان وغا نخدم الغرزة التالتة وغادي نرجع نرتافع عادي جدا واحد المهم غادي نبقوا هادين حتى نوصلوا الفوق للاثنان ثلاثة ثلاثة ديما حاولوا انكم ترجعوا هاد الخيط باسبعكم باش الخدمة تجي مزيرة فغادي نمشي حتى نكمل 6 الغرزات اللي عندي ونرجع مباشرة فهديك في اللواية ونخدم هاد اللواية كتولي بحلة بحلة معوضة لي التوب يعني عوض فاش انا نضرب هديك الغرزة في التوب فكنا نخدمها في اللواية مباشرة غا نرجع الغرزة ديالي هنا واحد اثنان ونمشي الغرزة الثالثة كنتمنى ان هاد الفكرة هادية تنال اعجاب ديالكم انا كنت هنا غادي نخدم بسراحة يعني كنت هنا غادي ندير راندة اللواية راندة الحبة عرفوا ولكن من بعد قلت سافي بما اناني غا نخدم نصف طوق فقلت غا نبدل هنا نخدم شكل وفي النصف طوق نخدمه راندة الحبة لاحظوا معايا عندي ثلاثة الغريزات في اللواية سافي اذا تذكرتوا معايا في الجزء الثاني كنت خدمت ثلاثة الغريزات فوق من هاديك الضفيرة فاش كنخدموه يعني اللواية نفس العدد ديال الغريزي اللي كتخدميهم في هاديك الدفايرق هو العدد اللي غا تخدميه الان في هاد الملاقية اللي كنلاقيو بيها في الوسط لان باش نقدروا نحافظوا على الشكل ديال اللواية واساسا مبقاش عندي يعني فين غادي يعني فين غا نزيد هادا فهدش على السافي نفس العدد اللي عندك لتحت غا يكون عندك الفوق يعني درتي ثلاثة الغريزي غا تديري ثلاثة درتي ربعة او خمسة غا تديري هم وعادي جدا وبطبيعة الحال فتزيين ديال هاد العمل كيبقى من الابداع ديالكم ممكن انكم تزينوا هادوك المعينات يعني بلما يبقوا بحلاكة يعني غير عاديين ديروا لهم شي حاجة ممكن ديروا العقيق مثلا غادي اعطى وحد منظر رائع وحتى البريد فانا غادي نكمل هنا حتى نحاول انني نوصل هاد المسافه هنا لاحظوا معي مزيان حتى نوصل هادوك ثلاثة ضربات ديول اللي كيكونوا فوق من هاد هاد ثلاثة الغريزات اللي كيبانوا لكم فوق دفايرا ضروري خاسنين نحاول نجيب المسافه تكون متوازنة مبيناتهم باش نقدر انني نرجع ونكمل الخضيمة ديالي بشكل عادي جدا والان غادي نرجع نطلع واحد فهذا خضمرها ساهلة يعني بزاف وكتعتمد هي يعني كشكل اللي شفتيها سامبل يعني ما فيها حتى شي حاجة ما كتبانش لك يعني زوينة صراحة من كدبوث يعني ما كتبانش شي حاجة يعني مميزة ولكن تقيبية اللي خدمتيها بهالطريقة اللي غادي نخدم معاكم الان درتي لي هالبريد في الواسط وخصوصا خصوصا الي درتوا الحبة مع البريد يعني غادي رائعة الحبة في الواسط مثلا الحبة تكون فيها وحد ثلاثة الغرزات او ربعة الغرزات وفي الجناب تقدروا تديروا واحد بحال الخطة من الفوق يكون مصيب بالبريد او اي حاجة يعني عجباتكم حتى الضرز الرباطية هو ممكن يعود المهم كما قدلكم هاد الخدمة تعتمد بزاف على الشكل ذي تزيين ديالها وخاكي فيما شفتوا معايا في الصورة راه ديرين غير العقيق والحبة في الواسط وجد زوينة صراحة جد زوينة ولكن احنا نزيدوا نزيدوا على يعني اضافات مو منا نوريكم وحد الاضافة ديروها في اللواية وكذلك نشوفوا مع بعضياتنا اي حاجة بانتليم زيانة راه نوريها لكم واي تساؤل ضعوه يعني في التعاليق مشي اشكال ولكنت يعني شي حاجة مهمة ومجاوبتكمش في التعاليق فتقدروا انكم تواصلوا معايا في الانستغرام وصيفتوا الرسالة ديالكم ولا سؤال ديالكم عبارة على رسالة في الانستغرام يعني كيكون التواصل فيه يعني اسهل بالنسبة لي يعني بمجرد يعني ما كيكونش فيه الرسائل بزاف وغير كندخلك هدوك الرسائل الكينين كنجاوب عليهم مشي بحل هنا يعني كندخلك هلقاء بزاف وما كيكونش الوقت فكناعتذر منكم سراحة انا كنبغي نجاوب كل شي ولايني يعني الوقت كيكون محسوب يعني محسوب بزاف ويمكنتمنى انكم تقبلوا الاعتدار ديالي واي حاجة بانتلي جديدة وزوينة بطبيعة حل غمتشاركها معاكم كيف ما شفتو معايا الحسيرة ديالنا هي هادي عادية وزوينة وبسيطة ولكن لما زوقناش ما غاتعطيناش شي منيضر هالشي علاش انا غنديل لها البريد سراحة كيبقى البريد هو احسن احسن حاجة لتزيين فهنا غدي نتبت الخيط اه هنا الخدمة كاملة خدمتها بالخيط على ثلاثة شعرات والابرة الرقم ديالها خمسة فلاحظوا معايا تبت هنا الخيط وهنرجع في نفس هذه الغرزة غنهبط ومن اللي غدي نهبط هذا الخيط ما يبقى شي بان هنهبط وغنطلع في هاد المكان هادا هو اللي غدي نخدم فيه لاحظوا معايا مزيان الخيط هاد اللي دردابة ما يبقى شي بان نهائيا هنحاول هنا غير غدي نحل هاد العيبة هادي ونعاوضوا نصعبوها فشوفوا معايا جريت الخيط رجعت الحسيرة ديالي عادية ولكنوا الله هاد الع قدا اللي أدرت انا من الفوق ولا تمن التحت هادشي عليشصييييييي؟ ديروا نفس الطريق اللي انا درت بده من فوق من فوق ديال الخدمة هنهبطت من فوق نفس الطريقة اللي خدمتي هنا الدخلتها من التحت هتطلع العقدا اللي ادرتها من التحت ويهن الهدف ديال نهنا هذا انه大哥ة ت لكن في نفس الوقت ما نديروش ذيك العقدة الكبيرة في الخيط المهم هالطريقة اللي وريتكم ره همزيانة وزوينا همزيانة وزوينا المهم هنا يا انا غديلوي الخيط على البراد 18 مرة ونفس العدد غنحافظ عليه لاحظوا معايا ديما غنبقى نحافظ على نفس العدد يعني بطبيعة الحال مش انا دير 18 حتى انتي غديري 18 غير عن حساب مسافة اللي عندك الى درتي 6 الغرزات كيف ما درت انا مثلا هنا درت 6 دي الغرزات فديري 18 انا خدمت بيها وجيتني مزيانة 18 لوية يعني كتلوي الخيط على الابرة 18 مرة الى درتي عدد اكبر او عدد اقل فتنقصي وغتزيدي يعني على حساب عينك ميزانك وكما قدت لكم الخيط على 3 شعرات كلي كتدير البريد يعني على 4 شعرات ولكن السراحة انا مكي عجبنيش على 4 شعرات كي يجي غليض وكي يجي فوحد شكل مزوينش ولكن من الافضل ديروه على 3 ديالشعرات البريد دائما يكون على 3 ديالشعرات غير واي لك تتية اصلا خدمتي يعني الخدمة ديالك على 4 شعرات فاش كتديري البريد على 3 ديالشعرات وكي يشدش لك المسافة كاملة كي يبقى كي يبقى يعني واحد تباعد ولكن هو من الافضل يعني انا جربت كل شي سراحة جربت الخدمة على 4 و جربتها على 3 و جربتها حتى على جوج و افضل وحده بانت لياه مناسبة هي الخدمة على 3 ديالشعرات الخدمة ديالك كاملة على 3 ديالشعرات الا الدرس مقدر نقول لك على 3 يجي زوين يجي آنيق و على 4 يجي يعني كي يجي يعني تعالوا يجي مزيان مهم الدرس تقدري تخدمي على 3 و على 4 يعني مش اشكال ولكن الخدمة يعني النصى فطوق ديالك من الافضل على 3 ديالشعرات كما قلت لكم جربتهم كاملين و ثلاثة جاتني مزيانة يعني هي اللي كتطلع الخدمة كتبين ايقا و زوينة و كتصبر يعني و خط صبا و اي حاجة يعني كتبقى كيفما هي تعلى 4 شعرات كتبقى كيفما هي ولا اني ثلاثة حسن مو هي ما دي كانت مجرد ناسيحة صغيرة فلاحظوا معي غرجع نطلع الابرة من هاد النقطة غير الغرزة اللي الفوق هي اللي غادي نمشي عليها هنا البريد انا اعطيتكم هاد الشكل ولكن انتم مرات قدروا تديرو شكل اعجبكم و رايدات صغار مثلا ما معرفتش يعني كينين بزاف بزاف دي الاشكال انا بالي اياها تشكل هادا زوين و مناسب و حتى مع العقيق ما الافضل ستعملوش عقيق يكون الحجم ديالو كبير تقتاصدو عليكم شوية ديال الوقت في البريد يعني لان البريد كيشد ليد بزاف يعني غن دير هنا انا غير جوجع الليمن و جوجع الليسر و هادوك العقيقات كي يجيون مزيانين و سافين بشيو غادين على الخدمة ديالنحة نكملوها فهذه طريقتي انا في البريد ورا عندي بزاف دي الفيديوهات اللي درت فيها البريد سابقا تقدروا تراجعوا تشوفوا يعني الاشكال فهنا حاولوا انك تجرح حاولوا انكم تزيروا شليدكم في الخدمة دي البريد فران دا اه تزيروا الخدمة يعني حاولوا انك تزيري الخيط مزيان ولكن في البريد لق انت ماشي ما اضطر انك تزيري ليدك وإلى زيرتها غد تخسري يعني هدا هو المشكيل بزاف كيتشكا ومن البريد كيقول لك ما كيبغيش أصدق ليناه ما كيجيش مزيان حاولوا انك متعصبيش وكوني مبرد الأعصاب ديالك وما تزيريش خليه مرخوف خلي كيف ما هو خليه على طبيعته يعني شحل مرخف في ليدك في البريد شحل ما غديجي مزيان يعني تقو بيا وجربوها يعني ما شياه اي حاجة قلتلكم يعني حاولوا جربوها في شي حاجة بس تأكدوا واش هادرتي فعلا بالصح ولا لا انا كنا نرجع نطلع في نفس المكان يعني نفس الغرزاق عادي جدا وكاللوي والخيط على الإبرة فلاحظوا معي واحد جوج 3-4 مهم 18 لوياء كما قلتلكم كلها وحده وش حال ستعطيها يعني حساب مسافة اللي عندكم انا هندرت ستة الغرزات فهي هادي الخديمة ديالي مازال غنزيد معاكم العقيق فنحاول شوفوا معايا مزيان يعني مازال عندي الخيط ولكن غدا نهبطه بسبعي سافة غادي شد بلاسته فعادي جدا غنرجع نهبط الإبرة في نفس المكان هنا انا راني خدمت بلا مرمغ انا راني خدمت بلا مرمغ ولكن المرمه مهمه بلا مرمغ لانك تعاونك تعاونك تشد لك الخدمة وكتخليك تخدمي يعني على راحتك هنا نطلع الإبرة من هاد النقطة هادي اللي في الواسط وناخد هاد العقيقة كما قلتلكم حاولوا تاخدو شي نوع ديال العقيق يكون الحجم دياله غليض او كبير لقيتو اكبر من هادي غايكون حسن ولحتها دو كل الازي ستراس يعني يكونوا زوينين نحاول نعبر لي ها المسافة ديالها ونهبط الإبرة وهنا نتبتوها مزيان بالأصبع ديالنا فلاحظوا معايك تعطينا واحد شكل زوين ونعاود نتبتها مرة اخرى ونهبط في نفس المكان فانا هنا يا باركة يعني غا نخدم معاكم غير هاد شوية وان شاء الله انتظروني في الجزء المقبل الجزء الرابع ان نوريكم كيفاش قدروا تخدموها الخدمة هادي في نصف طوق يعني البداية كيفاش قدروا تبدوها في نصف طوق ونوريكم حتى بعض ديكورات المهم كنتمنى لكم مشاهدة ممتعة وشكرا لكل سيدة كتدعمني بالضغط على زر الاعجاب ومشاركة الفيديو اشتركوا في القناة